أنا مخبية ومحافظة على عجينة البقلاوة لأنها التعامل معها جداً حساس لأنها تنجف بسرعة وإذا نشفت حتبدأ تتكسر معاكم فدائماً دائماً دائماً خلوها رطبة طول الوقت يعني تخلوها مغطاية وأول ما تبدأوا تستخدموها على طول حطولها زبدة أو الزيت على حسب أنتوا إيش حتستخدموه الشيء الثاني اللي أبواكم تاخدوه قاعدة عموماً في الطبخ دائماً الواحد يسأل إحنا نسلق الخضار في موية بردة ولا حارة فإذا أريد أن أقول لكم هو أي خضار مثلاً بتطلع فوق التراب فلازم نسلقها في موية حارة بتغلي اللي تطلع تحت الأرض زي الجزر زي البطاطس دائماً هذه نسلقها في موية بردة الشيء الثالث أنه الوصفة هذه تقدر تستبدله الدجاج بسيفود أو بأكلات بحرية بس ما تنفع أنها تتعامل بلحم وبالنسبة للخضار السبانخ نقدر نستخدمها بكيل وللناس النباتيين ممكن أننا نستخدمها نعبيها كلها خضار يعني تصير زي الراتاتوي ممكن نحط فيها بطاطس حلوة بدنجان كوسة إلى آخره ونقفلها زي ما حتشوفه بعد شوية موسيقى 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 موسيقى